قدم وفد مملكة البحرين برئاسة سعادة السفيرة دكتور يوسف عبدالكريم بوشيري المندوب الدائم للمملكة لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بجنيف منخلة في إطار الحوار التفاعلي ذا المفوض السامي لحقوق الإنسان وذلك لتنفيذ ما ورد في تقريره من إدعاءات لا أساس لها من الصحة وأشار المندوب الدائم إلى أن القانون يضمن حقوق الإنسان والواقع يشهد بذلك حيث أن هناك أليات حماية ووقاية وطنية قد أنشأت بل أنشأت وفق أعلى المعايير الدولية وحققت الكثير من النجاحات في أداء رسالتها كما كان سعادة السفير أن حل إحدى الجمعيات السياسية يأتي بلاء على حكم قضائي على ضوء ما ارتكبته الجمعية المذكورة من مخالفات جسيمة تستانف مبدأ احترام حكم القانون ودعم الإرهاب وتقطية العنف هذا وكد الدكتور بوشيري أن الحق في التعبير السلمي والتجمع أمور تضمنها التشريعات وأن ممارسة هذا الحق تستوجب أن تكون منضبطة ببوصلة سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان وأن تكون ستاراً لاستخدام العنف والاعتداء على الأفراد والممتلكات الخاصة والعامة وفي الختام شدد سعادة السفير على تطلع البحرين إلى سمرار التعاون مع المفوض السامي والمفوضية السامية لحقوق الإنسان لتحقيق الهدف المشترك في دعم عملية احترام حقوق الإنسان وتأكيد سيادة القانون واحترام مبدأ المساواة وكنا قد أجرينا اتصالاً مع السيد عبدالله بن فيصل بن جبر الدوسري مساعد وزير الخارجية وكد أن الكلمة التي ألقاها المفوض السامي لحقوق الإنسان ترتكز على بيانات منقوصة وتفتقر إلى أدقة والمسلقية استمعنا لكلمة المفوض السامي يوم الأربعاء التي تطرق فيها للعديد من دول العالم عن بعض تطور منجلات حقوق الإنسان وحالات القلق الذي يشار فيها ولمسنا طبعاً في سياق بيانة بالتحديد عندما تطرق للبحرين أن البيان هو معان تكرارها ولم يأتي بشيء جديد وهي بيانات سابقة متكررة تم إثارتها وتم الرد عليها بشكل واضح ودقيق وتوفير البيانات بخصوصها إلا أن المفوض السامي تعمد أن يقوم بتكرار هذه المزاعم للمرة الثالثة على التوالي بشكل يتضح هناك في خلل في عملية استقاء المعلومات أو المصادر التي يشتقي منها المعلومات وبالتالي قمنا بالرد عليه صباح يوم الحديث الرد الكامل وشرحنا في مجمل بيان مملكة البحرين تحت البند الثاني الحوار التفاعلي مع كلمة المفوض السامي بأن هذه البيانات هذا البيان وما هو ثواه من مغالطات لا أساس لها من الصحة تماما وهي مزاعم كاملة متكررة الواقع والحقائق يدحبها وتحدثنا بالتفصيل عن الحقائق التي تدحب هذه الادعاء وشرحنا بالتفصيل في كل كلمة تطرق لها من البحرين فأن هذه البيانات وهذه المعلومات ليف صحيحة للقامل هذا وحازت مملكة البحرين على تضامن خليجي وعربي قوي زي ما ورد في بيان المفوض السامي لحقوق الإنسان والذي يجاب الواقع والحقيقة ولا يظهر الخطوات الهائلة التي أنجزتها المملكة في تعزيز هذه الحقوق وحمايتها تضامن خليجي وعربي قوي مع مملكة البحرين إذا أما ورد في بيان المفوض السامي لحقوق الإنسان حيث أعربت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمجموعة العربية في مجلس حقوق الإنسان عن خيبة أملها لما ورد في بيان المفوض السامي مؤكدة على الدعم الكامل لمملكة البحرين في تعزيز جهودها لتعزيز حقوق الإنسان معتبرة أن البحرين قدمت نموذجا مشرفا في تطور حقوق الإنسان وأعربت دول مجلس التعاون في بيان لها عن إيمانها بأن البحرين قدمت نموذجا متقدما في تطور حقوق الإنسان في سياق مؤسساتها الدستورية والآليات الوطنية المنشأة ودعمها التام لكافة الإجراءات التي تتخذها في إطار محاربة الإرهاب والتعصب والتطرف العنيف وأكدت دول مجلس التعاون دعم جهود مملكة البحرين في مجال حقوق الإنسان وتشجيعها على مواصلة مشاريعها وخططها الوطنية الرامية لتعزيز حقوق الإنسان كما أشادت بتفاعل مملكة البحرين الإيجابي مع مجلس حقوق الإنسان وآلياته وفي ذات الإطار رحبت المجموعة العربية في مجلس حقوق الإنسان بالجهود التي تبذلها البحرين في سبيل تعزيز وحماية حقوق الإنسان من جهة أخرى أصدرت عدد من الدول الخليجية والعربية بيانات منفصلة تدعم موقف البحرين ومبادراتها في تعزيز حقوق الإنسان مؤكدة على تجاهل بيان المفوض السامي للخطوات الهائلة التي أنجزتها المملكة في تعزيز هذه الحقوق وحمايتها فقد أعربت كل من السعودية والكويت والإمارات وسلطنة عمان عن دعمها الكامل لكافة التدابير التي تقوم بها البحرين لدعم أمنها واستقرارها والقضاء على الإرهاب المصدر إلى أراضيها مشددة على أن التعامل مع الوضع في البحرين من زاوية حقوق الإنسان وحدها لا يعكس الواقع ولا يساعد على فهم الأحداث بطريقة موضوعية إضافة إلى أن هذه الرؤية القصيرة تتجاهل الخطوات البناءة التي اتخذتها البحرين وأهمها إنشاء لجنة وطنية مستقلة تتكفل بجميع قضايا حقوق الإنسان كما أشاد كل من الأردن والمغرب والسودان في بيانات منفصلة بالجهود الجبارة للبحرين في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان معبرين عن دعمهم الكامل لكافة التدابير التي اتخذتها البحرين لدعم أمنها واستقرارها وجهودها في القضاء على الإرهاب وفي مجال حقوق الإنسان